السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه? يارب تكونوا باحسن حال هنعمل النهاردة اكلها جديدة وسهلة وسريعة وطعمها في منتهى الجمال للضايت ولمحبي الاكل الصحي لو عجبتكم ما تنسوش تدسولي لايك ولأول مرة تتابعوني تدوسوا على كلمة الاشتراك اللي بالاحمر وتفعلوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد مني قبل ما ندخل على الوصفة نسمي ونصلي على النبي هنجيب معنا صدور فراخ بني متقطعة مقعبات وهنجيب معنا واحدة بطاطس متقطعة مقعبات مقعبات رفيعة هنجيب معنا كمان فلفل الوان اصفر اللي حابي بيحط احمر اللي حابي بيحط فلفل سبيس يحط وهنجيب معنا بصلة متقطعة مقعبات وكمان آآ تلات فصوص طوم متقطعين هنحط ده كده كله على جنب ونبدأ نجهز التدبيلة بتاعتهم في بولة تانية هنجيب معنا معلقة كبيرة صلصة ونحط كمان معنا آآ ملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر وكمون اللي بيحب آآ اللي عايز يحط شطة يحط اللي حابي برضي يحط مقعب مرأة يحط بس هي كده طعمها حلو جدا نحط كمان معلقة زيت نباتي وهنحط كمان آآ نص كباية مية هنقلب كل ده مع بعض هنقلب كل ده مع بعض كويس وبعدين نبدأ ننزل بي على آآ الطاجم بتاعنا هنقلبه بقى نلبس جوانتي ونقلب كل حاجة مع بعض كويس تاخد من السوس ده وتدبيلة هيلة وطعم في منتهى الجمال بعد ما نقلبه كويس هندهق نغطيه وندخله الفرن على درجة حرارة عالية وبعد ما يبدأ يستوي نختبر البطاطس نقليها استويت هنشيل الغطا ونولى عليه الشواية ياخد لون بس ريحته وطحفه وطعمه في منتهى الجمال اكلة سهلة وسريعة وكمان صحية ومشبعة جدا جدا مش هتحتاج معها غير شوية رز وخلاص كده وطبق السلطة ويبقى احلى اكلة صحية وسهلة وسريعة وده الشكل النهائي ان شاء الله تجربوه تقولولي رأيكم في التعليقات لو عجبكم ما تنسوش تدسولي لايك ولا اول مرة تتابعوني تشتركوا في القناة واتفعالوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد شكرا لمتابعاتكم